اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم واتمنى لكم مؤافر الصحة والعافية المحاضرة النهاردة عن المادة الهيليرونيك الجيلاتينية الجديدة اللي هو اسمه هاي موفز اللي هو يعتبر احدث حاجة في العالم دلوقتي وبرضو يعني الاعلى تكلفة في العالم الاول احنا بنقول ان احنا وجبنا كمركز في علاج القلم ان احنا نجيب احدث حاجة في الدنيا ايا كانت التكلفة بتاعتها انت حضرتك مش ملزم انك تعمل احدث حاجة في الدنيا ولا ملزم انك تتعامل باحدث حاجة في الدنيا كل واحد يتعامل حسب امكانياته المادية فليس شرطا ان احنا جبنا الحاجة الحديثة ان حضرتك لازم تستخدمها ولكن كل واحد يتعامل حسب امكانياته المادية احنا عندنا المادة الجيلاتينية عشان الناس اللي اول مرة بتعرفنا عندنا هم تلات انواع بنقسمهم حسب اللزوجة بتاعتهم المادة منخفضة اللزوجة والمادة متوسطة اللزوجة والمادة عالية اللزوجة المادة منخفضة اللزوجة تبقى اقل تكلفة شوية الاسعار معلنة على صفحة الفيسبوك المادة دي يعني بننصح ان هي تكرر كل ستة اشهر المادة متوسطة اللزوجة بننصح ان هي تكرر كل سنة والافضل انها تكرر برضو كل ستة اشهر والمادة اللي هي عالية اللزوجة اللي هي بننصح ان هي تكرر كل سنتين والافضل انها تكرر كل سنة والافضل انها تكرر كل ستة اشهر وده حسب الامكانيات المادية للمارين مادة الهاي موفيز الجديدة هي برضو مادة هاليورونيك لكن تختلف عن التأسيمة دي اولا هي من المواد عالية اللزوجة اللي بننصح ان هي تتاخد كل سنتين والافضل كل سنة والافضل كل ستة شهر لكن ممكن كل سنتين لان تكلفتها عالية شوي طيب هي تفرق ايه بقى عن المادة الجيلاتينية عالية اللزوجة المعتادة اولا هي تختلف في طبيعة تكوين المادة او البروداكشن بتاع المادة او انتاج المادة مادة الهايورونيك الجيلاتينية في المعتاد ان هي بتبقى موجودة بين العظم بتاع الركبة فطبعا المريض بيتني ركبته فبيضغط على المادة الجيلاتينية فبتروح الناحية التانية بعد كده بيتحرك شوية يضغط عليها الناحية دي تيجي الناحية دي يضغط عليها بتتحرك في الركبة حسب ما هو بيضغط عليها بتتحرك تروح الناحية التانية يضغط على الناحية التانية تيجي الناحية دي طيب الهاي موفز هو معمول بتقنية جديدة خالص بيسموها تقنية الميموري او الزاكرة يعني ايه تقنية الميموري يعني المادة نفسها لما بيداس عليها يعني بتنفاصل يعني زي ما بيداس عليها ممكن هي بتتحرك كجزء واحد هي بتتذكر الجزئات اصحابها مش مثلا انت دست عليها فالمادة الجلاتينية المعتادة نصها يروح الناحية دي ونصها يروح الناحية دي بعد كده تدوس عليها من هنا فتروح الناحية التانية دي بتتحرك فاكرة صحابها فاكرة الجزئات بتاعتهم فهي بتتحرك كبالك واحد بتتحرك كجزء واحد فالما حضرتك بتدوس عليها تمام هي بترجع على طول اول ما انت تديها فرصة بترجع للمكان بتاعها تاني تمام زي المغناطيس او زي الزئبق انتو لو حد فيكو شاف الزئبق انك بترميع حاجات اللي ليها سيرف استنشن عالي هي جزء واحد اول ما بتدوس عليه بينضغط اول ما بتسيبه بيرجع يتقابل مع بعضه تاني فكأنك لسه حقنه دلوقتي تمام المادة التانية اه بتقعد سنتين لكن بتتفرق في الركبة لكن دي بيبقى عندها ميموري زي المخدة الفوم الميموري لما انت بتنام عليها هي بتتطبع بالشكل بتاعك فهي دي برضو نفس الحكاية هي بتتحرك كجزء مع بعضه بتفتكر المكان اللي محتاجها تمام؟ وحضرتك حتى لو دست عليها اول ما بتديها فرصة بتقوم راجعة تاني تملى المكان اللي هي عارفة ان دا المكان اللي محتاج الدول فدي طبعا المادة دي معمولة بتكنولوجيا تانية يعني مش هتتصنف بقى معاهم منخفضة اللزوجة عالية اللزوجة متوسطة اللزوجة لا هي عالية اللزوجة ولكنها معمولة بتكنيك جديد خالص الطريقة دي بتضمن ان دايما المادة موجودة في المكان اللي اتحقنت فيه او اللي هي عارفة ان الركبة محتاجها والمادة دي خدت برائة اختراع يعني دي كده تعتبر خاصة بالشركة اللي انتجتها اللي هي شركة فيديا فهي واخدة برائة اختراع وخدت الFDA approval يعني هي معترف بيها في الولايات المتحدة الامريكية ان هي احدث مادة بالتقنية دي ببرائة الاختراع دا من ضمن الحاجات اللي استخدمت في الدعاية للمادة دي ان لما قبل ما تنزل للأسواق كان حقانها لعيب يعني لعبين كرة القدم المشاهير ميسي ورونالدو وحتى انهم وفي ناس بيسموها ميسي انجيكشن او دي الحقنة بتاعت ميسي دي الحقنة اللي اخدها ميسي اول واحد في العالم لكن برضو احنا مش عايزين نقع في الفخ بتاعة الدعاية بهذا الشكل فهي علاج زي اي علاج في الدنيا ممكن حضرتك تستفيد بيه او ما تستفيدش بيه مش شرط ان حضرتك دفعت فلوس كتير انك تشترط على ربنا سبحانه وتعالى انه لازم يشفيك احنا بنتعامل بالاسباب وبناخد بالاسباب وربنا هو اللي بيرسل الشفاء ممكن تحقن ما يكونش معاك فلوس خالص وما تعملش اي حاجة خالص وما تروحش للدكتور وربنا يشفيك بمجرد دعوة واحدة ممكن ان حضرتك تاخد بالاسباب كلها وربنا مايريتش الشفاء فاحنا بنقدم كل حاجة بمنتهى الشفافية ونسأل الله الشفاء للجميع شفاء عاجلا غير آجل شفاء لا يغادر سقما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة